السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبدالرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضم وكفت أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن داء الأطط وتأثيره على الحامل وعلى الإجهاض هذا طفيل موجود في الأمعاء الأطط هذا ينزل مع براز الأطط ويلوث الأرض ويلوث الفواكه ويلوث الخضروات وممكن يلوث مياه الشرب هذا الطفيل لو أصاب شخص منعته جيداً لا يحدثه أي شيء مجرد أعراض أنفلونزة فقط لا يغير يعني ممكن قوحة خفيفة احتقان في الحال غدد لنفوية في الرقبة والموضوع يستمر يومين ثلاثة وينتهي الموضوع لكن لو المناعة هذا الشخص ضعيفة مثل الناس الذين يأخذ كورتيزون فترات طويلة أو الناس الذين عندهم سرطان أو الناس الذين عندهم إيدز أو الناس الذين حصلوا لهم عمليات نقل أعضاء ويأخذوا أدوية مثبتة للمناعة فترات طويلة دول معرضين أنهم يحصل لهم مضاعفات طبعاً هذه المضاعفات تبقى في بعض الأحيان مضاعفات خطيرة لأن هذا الطفيل ممكن يصيب المخ يعمل تشنجات، ممكن يصيب الرئة، يعمل تهاب رئوي ممكن يصيب العضلات، ممكن يصيب شبكة العين، ممكن يؤدي إلى عمى أيضاً ممكن يؤدي إلى التهاب في الكبد وتضخم في الكبد وفي الطحال بالنسبة أيضاً لمشكلة هذا الطفيل أنه ممكن يؤثر على السيدة الحامل يعني لو السيدة الحامل خادت العدوى قبل الحمل مباشرة أو أثناء الحمل ممكن تحصل مضاعفات للجنين بالنسبة لطرق انتقال هذا الطفيل ممكن يدخل جسم الإنسان عن طريق الأكل والشرب كما قلنا ممكن عن طريق مياه الشرب الملوسة ببراز القطط أو عن طريق خضار أو فكهة ليس مخصولاً أو لمس اللحوم النية ممكن هذا أيضاً ينقل الطفيل أو الناس الذين تأكل لحوم ليس مستوية جيدة يعني لم تندق بعد على النار أيضاً بالنسبة لو استخدمت أوعية غير نظيفة أو ألواح تقطيع للحوم غير نظيفة مثل الناس الذين يتقطع اللحوم وبعد ذلك تقطع على نفس لوحة تقطيع خضروات ولم تخسل الخضروات هذا ممكن يؤدي إلى دخول الطفيل في جسم الإنسان أيضاً نقل الدم أو نقل الأعضاء ولكن دلوقت هذا أصبح حالات ندرة جداً جداً لأن طبعاً قبل أن نقل دم أو نقل أعضاء يتعمل في حصات شاملة قبل عملية النقل بالنسبة لتشخيص هذا المرض تشخيصه يعتمد على وجود الأجسام المضادة في جسم المريض أو في جسم السيدة الحامل نحن ندور على أميونو جلوبلين جي والأميونو جلوبلين أم أميونو جلوبلين أم لو عالي معناها عدوة حالية أو لسه ما يبقى لهاش شهر تقريباً أما لو إي جي جي هو العالي هذا معناها عدوة سابقة بقالها فترة طويلة وهذا عادة ما يؤثر على الحامل الذي يهمني إي جي إم عندما يكون عالي طبعاً كما قلت كلما كانت العدوة قبل الحمل مباشرة أو أثناء الحمل كان هناك خطورة على البيبي وأحب ألفت النظر أن هذا البيبي يتعرض لمضاعفات ويحصل ممكن إجهاد لكن إجهاد داء القطط هذا إجهاد غير متكرر يعني يحصل مرة واحدة فقط لغير يعني لو حصل لك بعد الشر إجهاد من داء القطط لا تنتظر أن يتقرر مرة أخرى لا، لا يتقرر مرة أخرى النقطة الثانية في بعض الأحيانة نحن نلجأ لعمل اختبار بي سي آر لكي نعرف إذا كان هذا الشخص مصاب أو لا وعادة نحن نأخذ عينات من السائل الأمنيوزي الذي هو حوالي الجنين ونفحصه وبعض الأحيان بالنسبة للأطفال أو الأجنة المولودين حديثا الأطفال المولودين لديهم تشنجات ونحن نشكين أن يمكن أن يكون فيها عندهم الطفيل في بعض الأحيان نلجأ لبذل من النخيع الشوكي على أساس أن نتأكد إذا كان هذا الشخص أو الطفل عنده الطفيل أو لا طبعا نحن نفعل اختبار ترش للحوامل هذا اختبار ترش عبارة عن مجموعة من الفيروسات وهو عبارة عن داء القطط والحزبة الألماني وفيروس المضخم للخلايا وفيروس الهيربس لكي نستطيع أن نعرف إذا كان هناك عدوى أو لا بالنسبة للأطفال الذين هم مصابين كيف نعرف أو نشخصهم؟ بالأعراض، لو أن هذه الأطفال ترون أننا في الصنار مثلا الجنين يمكن أن يكون عنده ارتشاح في الجمجمة يعني مية حوالين المخ أو بعد الولادة حصل تشنجات أو حصل نوع من أنواع التضخم بالكبد أو الطحال أو التهاب في الشبكية أو إسفرار في الجسم وفي العين طبعا ممكن أن نشك في بعض المضاعفات تأخرين للأطفال مثل فقدان للسمع أو إعاقة ذهنية أو فقدان للنظر طبعا كل هذه المضاعفات يمكن أن تحدث للأطفال طبعا بالنسبة للعلاج الحوامل لو اكتشفنا أن هذه الأم عندها الطفيل حديثا سنعطي مضاد اسمه سبيراميسين ولو الطفل وجدناه مصاب جنين ممكن أن نعطي بيراميسامين ونضيف معه سالفا دايزين لكن هذا بعد الأربع شهور الأولى من الحمل طبعا الطفل عندما يتولد دكتور الأطفال يتابع الحالة ونرى إذا كان هناك أي تأثير على المخ أو الشبكات العين أو تضخم في الكبد أو الطحال يعني الحالة تتابع مهم جدا أن نحن نعرف أن بالنسبة للناس التي عندها إيدز نعطيهم كيليندا مايسين للقضاء على هذا الطفيل في بعض الحالات الأخرى نعطيهم بيراميسامين وسالفا دايزين ونضيف معهم حامض الفوليك لأن بيراميسامين يأثر على حامض الفوليك طبعا مهم جدا أن نعرف طرق الوقاية كيف تتفادى هذا الطفيل طبعا يجب أن تبتدي جوانتيات أثناء التعامل مع القطط أو ننصح أيضا أن المرأة الحامل تبتعد عن القطط تماما أثناء فترة الحمل وما قبل الحمل مباشرة مهم جدا أن نضافة غسل الأوعية وغسل السكاكين تغطية لعب الأطفال أيضا سأعطي الواتسيب لو أحد عنده أي استفسار أو يبعث الفحوصات أهلا وسهلا 002-010-27-28-4778 شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا